اشتركوا في القناة والزعاج لتأخر بصور تأخر الوقت وصلنا إلى مرحلة حجرة في التحدي الجماعي لمجاهة والعمل الجماعي لمجاهة تحدي التغير المناخي وقد بدلتم جهداً هائلاً للوصول إلى ما وصلنا إليه وأنتم ساهمتم في نزاهة العملية والاتماد على نهج الشفاف ومتوازن وأي خطأ ليس مقصوداً بأي صورة من الصور ونحن نمتنى لكافة الوفود والمجموعات التي كانت متواصلة معي ومع وفدي ومع كل منها بما سمح لنا للوصول لنتجة النهاية التي وصلنا إليها وأعتبر النص الذي سيعتمد سيعكس التوازن الدقيق الذي يخدم مصالح الجميع والذي تم تمثيله في هذا الاجتماع وتدليل على الطموح العالي الذي نستطيع الوصول إليه في هذه اللحظة من اللحظات الهامة على مصارات العمل في بداية هذا المؤتمر 113 من القادة وزعماء نضمه لقمة التنفيذ لتدول حول كيفية الوفاء بجندة المناخ والوفاء بالالتزامات الخاصة بالتنفيذ وتم التجديد على خطورة أزمة المناخ وضرورة مضعفة الجهود للتأكد من التنفيذ والوفاء والوصول إلى نتائج ملموس السادة الأعضاء والسيدات إن القرارات التي تم توصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال إلى الحياة المناخي وقدرة على الصمود وأدعوكم جميعا لإستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليست ككلمات على الورق ولكن كرسائل موجهة للعالم بقيادة زعمائنا من أجل أجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق وبعد أنشهدكم لا تمت مشروعات القرارات التي ستعرض عليكم أن العالم يتابعنا ويشاهدنا وأنشهدكم جميعا أن تكونوا على مستوى التوقعات التي أنطنا بها من قبل المجتمع الدولي ولسيما من قبل الأكثر تعرضا وهشاشا ولذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخي أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين وأود أن أستمر في النظر في المقرارات والإستنتاجات التي تم التوصية بها لاعتمادها من قبل المؤتمر للأطراف والترتيب الذي سننظر فيه بالجدول للأعمال معروض على الشاشة في الوقت الرهن أود أن أبدأ بالبند الفرعي ثمانية واو والذي هو تحت البند الثامن المسألة المرتبطة بالتمويل جميعا ستتذكرت النظيم التالي لعمل البند الثامن الذي أقرناه للبند الفرعي ثمانية ألف فريق اتصال أنشئة برئاسة مشتركة من جورتريد ولونسكي وكارلوس فولر وللبند الفرعي ثمانية واو فريق اتصال أنشئة برئاسة مشتركة من قبل جانين فيلسون ودومينيك مولوي وبالنسبة للبند الفرعي ثمانية جيم وتمانية دال فإن فريق اتصال قد أنشئ وترقصه كل من تورو سورخيوي وريتشارد موينكي للبند ثمانية ها فإن فريق اتصال قد أنشئ وترقصه ريكاردو مارشال وكيلي شار للبند الفرعي ثمانية واو فإن مشاوراتنا رسمية تم تيسيرها من قبل خليو كوردانو وأرسلا فوينتس أشكر كل الرؤساء المشاركين لعملهم الشاق ونبدأ بالبند الفرعي ثمانية واو ونعود إلى البند الفرعي التالية في مقالة لاحقة أدعو مطابر الأطراف للنظر في ثمانية واو والمسائل المرتبطة بالترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأثار المناوية للتغير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر وفضلا عن المشاورات الوزارية التي تمت من قبل الوزيرة مايسا روخاس من شيلي ووزير الدولة جينيفر مورغن من ألمانيا أدعو مطابر الأطراف لأعتماد المقارر معنوان ترتبات التمويل للإستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأثار المناوية للتغير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي إذن للخسارة والضرر المتضمن في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على L18 و FCCC على PA على CMA على 2022 على L20 بما أنه ليس هناك من معرضة تقرر الأمر على هذا النحو أعلن تعليق الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف المنعقد بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس في دورته الرابعة وأود أن أستمر في النظر في منقرارات والاستنتاجات التي تم توصية باعتمادها من قبل اجتماع اتفاق باريس وترتيب بنوز جدول الأعمال معروض على الشاشة وأدعو الآن اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند الثامن المسائل المرتبطة بالتمويل بالنسبة للبند الفرع ثمانية ألف فريق انتصال أنشئة برئاسة جانين فلسن ودومينيك ملوي بالنسبة للبند الفرع ثمانية با وثمانية جيم فريق انتصال ترقصها كل من ريتشارد مو يانجي وتورو سورخيو وللبند الفرع ثمانية دال فإن فريق انتصال ترقصها كل من ديان بلاك لين وإيفا شرويدر بالنسبة للفرع ثمانية ها فإن فريق انتصال أنشئ برئاسة دهير فقير وجورج بورستين للبند الفرع ثمانية واو فإن مشاورات رسمية قد تم تيسيرها من خبل خليو كوردانو وأرسلا فوينتس وفضلا عن ذلك فان مشاورات وزرعية تم تيسيرها من خبل الوزير بوها بندر ياداف من الهند والوزير كريس بوين من أستراليا في إطار البند الفرع ثمانية ها من قبل الوزيرة مايزا روخاس من شيلي ووزيرة الدولة جينيفر مورغن من ألمانيا في إطار البند الفرع ثمانية واو وأشكر الوزراء وكل رؤساء المشاركين لعملهم الشاق سأتناول البند الثمانية واو وثمانية ها الآن ونعود للبند الفرع التالية في مرحلة لاحقة أدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند الفرع ثمانية واو المسألة المرتبطة بالترتيبات التمويل استجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأطار المنوئة للتغير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر وأدعو اجتماع اتفاق باريس الاعتماد بشروع المقرر معنوان ترتبات التمويل للإستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأطار المنوئة للتغير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر المتضمن في الوثيقة ادعو اجتماع اتفاق باريس النظر في البند الرابع المسائل المرتبطة بالبرنامج العمل للتعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشارع إليه في الفقرة السابعة والعشرين المقرر واحد سيم اي ثلاثة السابستا وهيئة الفرعية للتنفيذ لم تتمكن من انتهاء من النظر في هذه المسائل وتم حالتها الاجتماع اتفاق باريس لمزيل من التوجيه وأود أن أشكر كارلوس فولر وكاي هاريسون للإستمرار في المشارات غير الرسمية هذا الأسبوع وأود أن أشكر كذلك الوزيرة باربرا كريسي من جنوب أفريقيا والوزير دان يورجنسون من الدنمارك لقياداتهم المشاورات الوزارية نيابة عني عضو رفيع من وفدي عمر أسامة عبد العزيز قاد مشاورات حول هذا الموضوع أيضا وأدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في مشروع المقرر المعانوى المسائل تتطبط ببرنامج العمل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشارع إليه في الفقرة السبعة والعشرين من المقرر واحد على سي ام اي ثلاثة كما هو متضمن في الوثيقة على اف سي 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 على سي ام اي على عشرين الثلين وعشرين على السبعة عشر سويسرا تطلب الكلمة شكرا جزيلا سيد الرئيس اتحدث نيبة عن فريق التكامل والنزاهة البيئية لم يتوفر الوقت لنظر في هذا المقرر للمؤتمر الأطراف علينا أن ننظر في آثار التخفيف والبرنامج المرتبط بذلك طلقينا مشروع المقرر ولكن لم تتوفر الفصوصة لدراسته مجموعتنا بحاجة لوقت لدراسته وعليها أن نؤجل اعتماد هذا القرار ولذلك نقترح أن نعلق لنصف ساعة حتى تصريع الوفود أن ننظر في مشروع المقرر ونعود ونتخذ القرار عن علم شكراً إذا لم يكن هناك اقتراح لتعليق لنصف ساعة لا أرى معرضة فقط تقرر العمر على هذا النحو يعلق الاجتماع لمدة نصف ساعة ترجمة نانسي قنقر 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 أن القرارات التي تم التوصل إليها هي رسائل للعالم بأهمية العمل الجماعي للمناخ ووجه رئيس كوب 27 أيضا الشكر لكل الوفود التي شاركت في المؤتمر وفي نهاية هذا جزء قام شكري بتعليق الاجتماع لمدة نصف ساعة بطلب من سويسرا لمناقشة أحد البنود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة